سياسة البلاد المبنية على أساس النفط والذي وضعت خارطته الاقتصادية الحكومة السابقة بانت نتائجه في الأشهر الماضية أسعار البضائع والسلعة ترتفع يوما تلو الآخر دون انخفاض خبراء الاقتصاد يرون أن الاعتماد على المورد النفطي وحده لا يغني العراق الذي يمتاز بأرض وافرة الخيرات إن استغلت فسيتغير حال الاقتصاد العراقي احنا معتمدين بالدرجة الأولى على النفط انبيع النفط وانبيعها نصف يروح للفساد الإداري والقسم الآخر رواتب للموظفين والمتقاعدين وهذا خطأ يجب أن ينوعون تنويع الاقتصاد العراقي مثلا تشغيل مصانع المزارع الاهتمام بالزراعة بالصناعة بالسياحة كلها مصادر مصادر يعني مالية للبلد ارتفاع السلع والبضائع ناتج عن إيقاف المعامل المحلية والاعتماد على ما يستورد من الخارج المستورد يشترى ويباع بالدولار الذي ارتفع وارتفعت معه السلع بشكل مستمر ما أثقل كاهل العراقيين الكادحين احنا ما نعول بس على الدولار انه ينزل لا نعول على انه المشاريع البطالة الشباب لازم شوية تنهض بالعمل مشاريع محلية اكثر المشاريع المحلية والمعامل المحلية هي اكوتاتين خارجي ساديها مصانع المحلية المصانع الحيوية حتى احنا الموظفين باعتباره احنا تستلم مثلا مليون ومتين عشر وراء حسا المليون ومتين ما يصرف تغربا ثمانة وراء وأرجو انه النظر برعفة لهاي الشعب المسكين اللي يعانى ما يعانى دخل المواطن بات لا يتناسب مع اسعار البضائع التي تباع في الاسواق حتى ان بعض العوائل العراقية لا تتمكن من اكمال شهر مالي واحد بسبب التفوت الكبير بين دخلهم واسعار السلع من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة